اهلا بحضراتكم مرة تانية زي ما بنتكلم على البريميال ليج وهو ممكن اقوى دوري على مستوى العالم كمان خلينا نتكلم على الدوري الايطالي اللي يمكن راجع بقوة كبيرة جدا جدا من خلال اندية كثيرة دعمت بعناصر كبيرة على المستوى الفني وفي اعتقاد الدوري الايطالي السنة دي هيكون دوري قوي جدا عشان كده يكون معانا عبر سكايب من روما طبعا لائم كبير على المستوى الفني طبعا ماركو زانبوني المهاجم ولاعب اليوفينتوس ولاعب طبعا نابولي السابق بنرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع وشكرا لك على التقديم الرائع نرحب بك على شاشة قناة النادي الاهلي في المحترف ويمكن متابعني لما بقول ان الدوري الايطالي السنة دي هيكون دوري قوي جدا على المستوى المنافسة على مستوى الاداء الفني لمدربين ولاعبين عايزة عرف وجهة نظرك ورؤيتك لأول جولتين في الدوري الايطالي اعتقد ان هذا العام الملانيزي ويقصد فريق انتر ميلان وفريق اسي ميلان سيكمون بصنع الفارق الكبير وهم اكبر محظوظين في الفوز بلاكا بلوس كوديتو ثم يأتي من بعدهم اليوفي اليوفي دائما مرشح وبعدهم نابولي ويبقى روما روما منذ قليل فاز على كريمونيزي يبقى روما رابع المرشحين ما زلت عندي رأيك ان الميلان والانتر هم الاقرب رغم غياب اليوفينتوس لسنتين يمكن الموسم اللي قبل الماضي كان الانتر والموسم الماضي كان الميلان فاز بازيل بطولة هل من السهل على جماهير اليوفي وعلى الادارة الفنية انها كمان ما تكونش صاحبة الدوري الايطالي في الموسم الحالي اعتقد ان هذا العام مازال كبار ميلانو المرشحين الاقوى للفوز بلاكا بلوس كوديتو لكن قد تكون هناك مفاجأة من نابولي او روما على مستوى روما بنتكلم طبعا على مستوى التدعيمات ديبالا الوافد الجديد من اليوفينتوس لروما تأثير ديبالا على المستوى الفني على مستوى كمان على مستوى الماركتينج على مستوى الجماهير واحنا شفنا استقبال اكتر من رائع لديبالا من جماهير روما تتوقع هل روما مستمر في المنافسة على الدوري الايطالي ام سيكتفي باحد مراكز تأهله للبطولات الاوروبية قبل أي شيء آسف لكل ما حدث لنيكولوت زانيولو قبل قليل اصابة كبيرة للاعب من افضل لاعبين في ايطاليا وكما ذكرت في قبل ان روما لديهم مدرب كبير ومدرب عظيم لدي العديد من الحلول هذا العام قد يكون محظوظ قد يفوز بالدوري كما بعمل مركاتو كبير ولديه الرغبة للفوز باللقب لكن اعود واكرر ان روما ونابولي لديهم من امكانيات ولديهم من العزيمة ولديهم من الروح واكبر قاعدة جماهيرية في العاصمة وعاصمة الجنوب نابولي يقومون بالضغط ويقومون بدعم اللاعبين خاصة جماهير روما وجماهير نابولي اعتقد ان روما لديه بعض الحصوص على مستوى العام للقرى الايطالية احنا اكيد متأكدين هنشوف زي الموسم اللي فات كان موسم اكتر من رعا للقرى الايطالية على مستوى الدوري والسنادي كمان هكون مشتعل هل تأثيره على المنتخب الايطالي وهل عدم التأهل للمرة التانية على التوالي لكاس العالم سيؤثر ام هناك خطة واضحة لالتحاد الايطالي لخلق مواهب جديدة للمنتخب الايطالي شايف المنتخب الايطالي وخطواته للمستقبل ازاي اتمنى ان نتعلم من الدرس الدرس الكاسة الذي لم نتعلم منه للأسف الموسم قبل الماضي لان ايطاليا بعيد عن المنديال سنتين متثلتين هذه كانت صدمة كبيرة لنا وكل الشعب الايطالي لكن اعتقد ان القرى الايطالية بدأت تتعافى وقد تعود الى الوجهة في الايام المقبلة واعتقد ان نسكة الدور الايطالي الموسم الماضي وهذا الموسم قد تعيد للازهان كالشو الطليان القادم وكالشو الطليان في اعوام المجد لان قمنا بمزاورات كبيرة وقمنا بمشاكل كبيرة مع روكة الاتحاد من اجل عودة القرى الايطالية الى الوجهة دايما بنتكلم على اللعيبة المحترفة الافرقى وكان طبعا موجود في دور الايطالي نجم نجوم العالم وافضل لعيب العالم محمد صلاح عايز اربط ده ما بينه ما بين تصريح الاخير لرئيس نادي نابولي بان لا يتعاقد او سوف لا يتعاقد نهائيا مع اي لاعب افريقي شايف ده ازاي من وجهة نظرك الفنية اعتقد ان دي لاورينتس في بعض الاحيان ويقوم باطلق تصريحات كاسية انا اختار كاسية من اجل تجميل الكلمة لان الحديث الذي قام به رئيس نادي يعتبر كبير في ايطاليا لا يجب ان تقرق هذه التصريحات كما ذكرت الصحفة الايطالية صلاح كان من اعظم اللاعبين الافارقة في مصر وقام وعمل مجد كبير في ايطاليا تصريح مرفوض على مستوى كمان اللعيبة نتكلم على كوليبالي وانتقاله طبعا الى تشيلسي شايف هذا الانتقال ازاي وهل قادر كوليبالي على اللعب بنفس الكفاءة ونفس الاسلوب رغم تغيير الرتم من الدوري الاطالي الى الدوري الانجليزي كوليبالي لاعب كبير اعتقد ان كوليبالي يستطيع اللعب في انجلترا كما قام بعمل موسم عظيمة في نابولي لكن لا يريد كوليبالي ان يحسن من نفسه ان القرى الايطالية غير القرى الانجليزية يجب ان يعمل كثيرا كثيرا وتعاود عن الاجواء في انجلترا ماركو من خلال حديثك وانت طبعا لاعب سابع في اليوفينتس ونابولي لكن حسيت من خلال كلامك انك تنتمي او بتشجع احد الاندية اما الميلان اما الانتر عايز اعرف انتمائك لمين وبتشجع مين في الدوري الاطالي انا اشجع الانتر وكنت في طفولاتي وكل عائلتي تشجع الانتر اتمنى ان ينفوز الانتر لكن اذا ما نحدثت عن القرى الايطالية كمحلل يعجبني جميع الفرق لكن انا انتريستا ماركو قبل ما ننهي معاك عايز اعرف اللي ناقص لدوري الاطالي لعودته للبروك او اقترابه الى حد ما من الدوري الانجليزي انت شايف ايه في الدوري الاطالي والمنظومة في القرى الاطالية لعودة باروك على مستوى الدوريات الاوروبية في عزيل ايام كل ما اريد ان اقول ان ينقص ايطاليا قطاعات الناشئين لان قطاعات الناشئين لديها نقص عديد واذا ما نقصت قطاعات الناشئين في اي دولة في العالم قطو اثر على الدوري المكان الذي دوغت فيه قطو اثر على المنتخب قطو اثر على كل القطاعات لان الشباب هم المستقبل وقطاعات الناشئين هي من تمد العديد من الاندية وتمد اقتصاد الدولة وتساعد في نهود القرى داخل البلاد اعتقد ان اكثر شيء ينقص الطليان هو قطاع الناشئين باتفق معك تماما قطاع الناشئين في كل حتة في العالم يكون هو الدرع وهو القعدة الاساسية لنجاح المنظومة ماركو زامبوني طبعا لاعب ليوفينتوس ونابولي بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك على شاشة قناة النادي الاهلي شكرا جزيلا شكرا شكرا لكم ومساء جميل كل جميل قناة النادي الاهلي